اذا في محورنا الاول لليوم رح نتحدث عن اخر المستجدات على الساحة السياسية قبيل الانتخابات المرتقبة في السابع عشر من ايلول المقبل وايضا عن سيناريوهات تشكيل الحكومي القادمي على ضوء استطلاعات الرأي الاخيري ايضا رح نتحدث عن المؤشرات اللي من الممكن انه تتنبأ بشكل او باخر وراح تكون نسبة خروج المواطنين العرب لصناديق الاقتراع عن هذا واكثر ينضم الي ضيفي الكريم في الستوديو دكتور نهاد علي طبعا دكتور حضرتك رئيس قسم المجتمع العربي بمؤسسة شموئل نأمن بالتخنيون وايضا رئيس مركز ابحاث التعددية الحضرية باكاديمية الجليل الغربي وايضا محاضر في جامعة حيفا اذا شهر تقريبا على انتخابات الكنيسة الثانية والعشرين رح نتحدث مفصلا دكتور عن نسبة تصويت المجتمع العربي والمواطنين ولكن ما قبل دعنا هيك نرجع لشهر أبريل الماضي الانتخابات الكنيسة الواحدة والعشرين شو كانت ميزاتها تحدثنا على مستوى فضائية مساوة ولكن مهم نرجع نطرق هذا الباب احنا نحكي في الاساس عن اربع مميزات اساسية ميزة الانتخابات السابقة الاولى الانخفاض التراجع الرهيب في نسبة تصويت المواطنين العرب 48% من المصوطين العرب صوتوا في اجريهن لالانتخابات في معنى انه رفضوا الوضع القائم رفضوا البنية السياسية اللي كانت موجودة رفضوا الانسلاخ اللي كان موجود في القائم المشتركي كان في عندهم اش مئزاز من القوانين اللي سنتها الكنيسة السابقة على هذا الاساس كان في عندنا تدني رهيب في نسبة التصويت هاي اولا ثانيا كان في عندنا رجوع قوي جدا شرس من الاحزاب اليهودية ومن الاحزاب الصهيونية اللي رجعت كمان مرة على الساحل العربية يعني تضاعفت نسبة التصويت للاحزاب اليهودية والصهيونية من 14% لتقريبا 28% وهذا تغير رهيب يعني عندنا قريب ثلث المصوطين صوتوا الاحزاب اليهودية واحزاب صهيونية لطالما تغنينا في العشرين سنة الاخيرات في نجاحنا في كنس الاحزاب اليهودية والصهيونية فرجعت في قوة واذا بتنتبهي في الانتخابات الجديدة قديش في عندنا وزراء من اليمين واليمين المتطرف يستضافوا في بعض قرانة العربية صحيح حتى بحفاوي معينة صحيح وهذا بيدل على تغير اليه هذا يعني اليوم احنا نتائج الانتخابات الاخيرة القضية الثالثة انه في عندنا شخصيات مركزية من رئيس حكومي الى وزراء اللي في طريقة او في اخرى بيشجعوا الناخب العربي انه ما يشارك في العملية الانتخابية يعني شو المقصود في عملية الكاميرات اللي موجودة في صندوق الاختراع يعني كمان مرة المؤسسة الاسرائيلية عملت جاهدة جدا وتبدع ربما في هاي في السنوات السابقة على رفع نسبة التصويت لانه رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي هي دلالة على تعددية معينة على ديمقراطية معينة في المجتمع الاسرائيلي اليوم بدل النهج اللي كان يشجع المواطن العربي على التصويت اليوم في عينا نهج اللي هو بيشجع المواطن العربي على عدم التصويت سواء من ناحية التصريحات سواء من ناحية الانتقاص في المواطنة وسواء قضية الكاميرات اللي هي عمليا اللي توجت هاي الحملة واربعة في الانتخابات الاخيرة كان في عينا حملة ممنهجة بشكل واضح جدا لمقاطعة الانتخابات داخل المجتمع العربي إذا نجمع هذولا الموطيات الأربعة مع بعض هذا بلخص لنا عمليا المشهد السياسي للانتخابات السابقة السؤال عمليا إيش ممكن نغير في الأربع متغيرات الموطنة وهذا هو السؤال المركزي دكتور يعني ما جرى في أبريل الأخير أثار جدل وأيضا كان في تصريحات من القيادي في حينه امتدت لحد اليوم أنه يجب علينا استخلاص العبر ما بعرف إذا فعلا استخلصنا العبر ولكن نسمع من حضرتك شو لازم الأحزاب القيادي السياسيين يعملوا لحتى يغيروا من المواطن الرئيسي اللي بعدنا لحد اليوم نحكي عنه 48% من المواطنين العرب أصحاب حق الاقتراع فقط خرجوا لحتى يدلوا بأصواتا طبيعي في حالات معينة كمان عدم التصويت هو تصويت يعني اللي ما سوته طبيعي هو موقف هو اتخاذ موقف عدم التصويت هو تصويت بدون أدنى شك لمن احنا بنحكي على الأشخاص اللي قاطعوا المعركة الانتخابية من المهم جدا أنه نحلل مين هذولا الشخصيات احنا في عنا ثلاث تيارات أساسية من 52% هذولا التيار الأول هو التيار الايديولوجي التيار الايديولوجي اللي هو بشكل منهجي يقاطع الانتخابات اللي بتمثل في الحركة الإسلامية الشمالية بتمثل في أبناء البلد اللي من ناحية ايديولوجية هذولا بيقاطعوا انتخابات الكنيسة بغض النظر كانت قائمة مشتركة أو ما كانت قائمة مشتركة رغم أنه في 2015 هن سكتوا يعني ما نادوا في عملية المقاطعة هذولا يشكلوا عمليا حوالي 17% من مجتمعنا هذولا نصيحتي للأحزاب العربية والقائمة المشتركة هذولا يتركوهن بحالهن ما في عندكم احتمال نجاح مع هذولا الشخصية ومهم جدا كمان أنه نحترم موقفهم الموقف الايديولوجي هذا من المهم أنه نحترمه المجموعة الثانية اللي هي مجموعة اللي خلينا نسميهن ضربهن يأس معيا من من القائمة المشتركة من حل القائمة المشتركة من إداء القائمة المشتركة هذولا المجموعة كمان طبيعية التناوب أيضا طبيعية طبيعية هي الإشكاليات على القائمة المشتركة لذلك هذول اللي جمعا من سميهن هذول اللي كان في عندهم خيبة أمل سواء من القائمة المشتركة أو من المؤسسة الإسرائيلية يعني عملية أنتو بتتغنوا في ديمقراطية قديش نسبة تأثيرنا على عملية اتخاذ القرار داخل داخل هاي المجموعة والمجموعة الثالثة هن اللي نسميهن الغير مبالين صحيح وهذولا في الأساس موجودين في اللي بتهني صوته أول مرة اللي هن الشباب الصغار اللي معطياتهن عن السرد التاريخي السياسي إلنا هو ضعيف في الكنيسة الإسرائيل وفي الانتخابات هو ضعيف جدا وقضية مين ينجح أو مين ما ينجح ما هي قضية اللي هي مهمة بالنسبة إلهم هن ما فاهمين إنه هاي الانتخابات قد تكون انتخابات مصيرية للجماهير العربية لذلك المجموعتين الأخرانيات اثنين وثلاثة اللي كان في عندهم خيبة أمل عالي واللي عندهم لا مبالا هاي المجموعة التي يجب العمل عليها اتركوا مجموعة الأيدولوجيين بحالها احترموا موقفهم واشتغلوا على هذول أول إشي الزعلانين هذول اللي زعلوا منكو عمليا كيف ممكن إنه إحنا نجيبهم كمان مرة لصنديق الاقتراع كيف ممكن نقنعهم في الحرج للفترة السياسية اللي إحنا موجودين فيها كيف ممكن نقنعهم إنه قد تكون هاي الانتخابات طبيعي مش 100% ولكن قد تكون هاي الانتخابات نقطة نقطة محورية جدا في تطورنا كأقلية عربية كأقلية فلسطينية في الداخل مهم جدا إنه نصلهم في مفهوميتهم وفي طرقهم مش بالأيديولوجيات العالية العالية مش في المصطلحات الرنانية لا إحنا عمليا بدنا نحاول نتفاهم معاهن في لغات الشباب نعم ولأنه دكتور ميتلما حضرتك ذكرت من الممكن أن تكون فعليا هاي المرحلة المصيرية وربما أيضا هذا الصوت يغير من رأي البعض من الفئتين الثاني والثالث اللي ذكرت بدي أسأل حضرتك يعني ما هو ثقل أو وزن الصوت للناخب العربي يعني على سبيل المثال لما في تصريح نتنياهو الشهير عرفيم نهاريم لكالبيوت أو العرب يتسارعون إلى صندوق الاقتراع وأيضا في الانتخابات الأخيرة نصب كاميرات المراقبة لماذا إذا ذهب المواطنين العرب بنسبة مرتفعة للتصويت هذا سيخيف المؤسسي الإسرائيلي طب لما كانوا لا 13 عضو كناسة مر قانون القومية في الكنسة على سبيل المثال أولا من المهم أنه نفهم أنه قانون القومية مر في النهاية في صوت واحد صحيح بفارق بسيط جدا يعني فارق بسيط جدا وكان لو القائمة المشتركة اشتغلت في طريقة حكيمة أكثر لو القيادات السياسية العربية اشتغلت في طريقة حكيمة أكثر في طريقة مدروسة أكثر كان هذا القانون ما بمر فهذا الأساس يعني إحنا مش بس بدنا نلوم هذا القانون إحنا لازم نلوم قيادتنا السياسية كان فيه إلها دور في تقاعصها في العمل في فشلها في طريقة العمل في منهجة العمل السياسي كان فيه إلها دور مهم في أنه هذا القانون مر فعلى هذا الأساس في توجهنا لهذه المجموعات مهم جدا أنه نفاهمهن أنه ثقلنا قد يتغير لأنه هون فينا متغيرين أساسيا المتغير الأول أنه ارتفاع في نسبة التصويت عندنا هي عمليا تخدم مجموعة سياسية معينة تخدم معسكر سياسي معينة اللي هو معسكر المركز واليسار فعلى هذا الأساس تصويتنا في كثافة بده يخدم هذا المعسكر واثنين المعسكر هذا المعسكر اللي هو اليميني صار كبر في الفترة الأخيرة نتيجة إقامة كحول لفان نتيجة البني الجديد في المجتمع الإسرائيلي يعني اليمين في إسرائيل اليوم هو خايف بشكل جدي من خسارة السلطة اللي صار له سنوات طويلة متمركز فيها ومتقوقع فيها فالخوف عند اليمين الإسرائيلي هو خوف حقيقي يعني إذا بنعمل كل المعادلات الموجودة اليمين في إسرائيل عنده إشكال جدي في قضية بناء حكومة يمينية متطرفة وهاي القضية اللي لازم نحاكي الناخب العربي دكتور في إطار الأبحاث الاجتماعية اللي بتقوموا فيها استطلاعات الرأي أيضا قديش فعليا بإمكاننا نتنبأ أنه نسبة 48% من الأشخاص اللي خرجوا إلى صناديق الاقتراع في أبريل الماضي رح ترتفع أم رح تبقى على ما هي عليه أغلب التوقعات أيضا من رصدنا على الشبكة ومن المحللين السياسيين بمجرد ما أنه صار في قائمة مشتركة ممكن أنه ترتفع ولكن ما هي النسبة اللي رح ترتفع فيها أنا بعتقد في كل حالة احتمال التراجع في نسبة التصويت تقريبا معدوم يعني في الأبحاث اللي أجريناها وما كان بحث عن الانتخابات كان بحث عن طبيعي العلاقات ما بين اليهود والعرب نسبة المتأكدين من اللي صوتوا في الانتخابات السابقة في أبريل نسبة المتأكدين من تصويتهم كمان مرة إنه كمان مرة رايحين يشاركوا هي تقريبا 94% بمعنى أنه هي نسبة عالية جدا يعني في الانتخابات الأخيرة أنا بفكر أنه إحنا كنا في حضيد سياسة معين والحضيد مليء وما إلنا غير الارتفاع من هذا الحضيد لذلك 48% نسبة إنه يصوته كمان مرة هي نسبة عالية جدا جدا لذلك كل صوت زيادة من المجموعة الثنين من المجموعة الثلاثة هو بدون أدن شك رايح يرفع حتى لو الأحزاب العربية والقيادات السياسية العربية ما اشتغلت شيء نسبة التصويت رايحة ترتفع السؤال قديش رايحة ترتفع وإيش الهدف اللي إحنا حاطينه كجماهير عربية لا الوصول إليه بكفيش إنه نقول بدنا نرفع نسبة التصويت اللي بدنا نقوله إنه نرفع نسبة التصويت لهدف معين لنسبة معينة إذا حطينا مثلا 2015 أو نسبة التصويت في 2015 كهدف ممكن يكون في عنا آليات مهمة جدا للوصول إلها في مجتمعنا العربي والتحليل معمق لا الانتخابات الأخيرة بقول كان في عنا ثلاث مجموعات أساسية اللي صوتت في إجريها اللي هي أولا مجموعة شباب صغار اللي صوتوا لأول مرة نسبة التصويت عندهم كانت واطية جدا مهم جدا ندور على الآليات من أجل رفعها المجموعة الثانية النقب في بعض القرى غير المعترف فيها في النقب بنسبة التصويت كانت 11% يعني 89% هني ما صوتوا ربما لأنه التمثيل أو يعني التمثيل للمرشحين من منطقة النقب كان ناش نقول في العدد اللي المفروض إنه يكون فيه نعم في عنا سببين لهذه القضية السبب الأول بدون قد نشك إنه تمثيل لعرب النقب للأهل في النقب داخل الأحزاب الحزبين اللي كانوا موجودات أو الكتلتين اللي كانت موجودات ضعيف القضية تانية قضية تقنية يعني لمن إحنا منحكي على النقب والتصويت في النقب إحنا منحكي في حالات معينة البعد ما بين مكان السكن وما بين صندوق الاغتراع هو 100 كيلومتر يعني عمليا أنا بدي أسأل الشخص إنه إيش الدافعي عنده من شان يسافر 100 كيلومتر أو 40 كيلومتر أو 50 كيلومتر ليش أنا أصوت إذا ما كان عندي دافعي أنا عمليه مش رايح أصوت فإذا من نرجع للـ 2015 وقبلها لمن كان في عنا حراك سياسي جدي في النقب والمن كان في عنا ممثلين من النقب في القوائم العربية لاحظنا بشكل واضح جدا إنه المرشحين من النقب استأجروا بساطة استأجروا سيارات اللي نقلوا هاي المجموعات يعني أم البيت اللي عندها 5-16 أولاد هي مش رايحة اتبادر من نفسها إنه تسافر هاي المسافة من شان تروح تعطي للقائمة فعمليا مهم جدا أولا إنه نحفزها واثنين نعطيها الآليات اللي هي تصل نعطيها باص نعطيها سيارة نعمل على الإتاحة أكثر طبيعي 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 هاي المرأة أو هذا الشاب صغير ما هو فكر في البعد الأيديولوجي للتصويت تبعه فكر في إنه أولا ليش إيش الدفعية عندي أروح واثنين إيش وزن صوتي إذا بغدر أرفع الدافعية عنده وبغدر أقنعه إنه وزن صوته رايح يكون مؤثر عمليا من الممكن جدا أنه نشطل عليه لذلك النصيحة الأولى للأحزاب العربية للقيادات السياسية العربية للكتل العربية اللي مرشحة للانتخابات اشتغلوا على هاي المجموعة بشكل جدي جدا وإنتوا مش بحاجة لجهد كبير للعمل معاهم اتحولهم بس يعني خلوا الانتخابات تكون إليهم متاحة خلوا صندوق الاختراع يكون في إليهم متاح والمجموعة الثانية إذن قلنا المجموعة الأولى كانت الشباب الصغر اللي بصوته أول مرة اللي ما عندهن الانتخابات بتقولهنش إشي المجموعة الثانية اللي هي النقب والمجموعة الثالثة لحظنا في التحليلات المعمقة نسبة تصويت عند المرأة العربية صحيح وهذا أيضا محور للمفروض أنه لذلك طبيعي المرأة في المجتمع العربي هي مش نصف نصف المجتمع هي 51% من المجتمع هي أكثر من نصف المجتمع مهم جدا أنه نحكيها لذلك إذا بدنا نحكي مع المسؤولين عن الدعاية الانتخابية الكامبينرز اللي موجودين في القائمة المشتركة في باقي الأحزاب العربية إنه عمليا كثفوا نسبة النساء داخل الكامبينر نفسه اللي المرأة عندها لغة كمان معينة مع المرأة سواء لغة العاطفة أو سواء أي لغة أخرى اللي ممكن تقنعها في دورها الفعال داخل المبنى الاجتماعي فركزوا على هاي المجموعة مهم جدا هاي المجموعة إنه نرفع نسبة التصويت إذا اقدرنا نرفع نسبة التصويت في الثلاث محاور اللي ذكرتها إحنا منحكي على على الأقل بين ثماني لعشرة في المية من المصوطين إحنا منقدر نرجعهن كمان مرة إذا رجعناهن كمان مرة إحنا منحكي على بين اثنين لثلاثة في المية أعضاء برلمان جدد ممكن يدخل البرلمان على أمل أن يسمع هذا الصوت بجدية دكتور بإذنك في أقل من دقيقة وفي سياق متصل تحدثنا عن اليمين المتطرف والتصريحات أيضا كقبيل الانتخابات وكأن جزء من حملة الانتخابية في الأيام الأخيرة كتلة اليمين الإسرائيلي المتطرف يمين أو إلى اليمين برئاسة أيالة شاكيد صرحت بأن تدعو إلى ضم وناطق سيء له جزء من الأراضي الفلسطيني إلى إسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها ونتنياهو أيضا خرج بتصريح بأنه يستعد أو على استعداد بأن يشن حملة واسعة على غزة إذا لزم الأمر إلى أين ذهب اليمين الإسرائيلي وكأنه هذا هو طريقه اللي تعودنا عليه أنه يأخذ أصوات من الشارع الإسرائيلي طبيعي المصوتين العرب اللي بصوتوا للأحزاب الصهيونية هن بصوتوا لأسباب منفعية لذلك عمليا تصريحات شاكيد أو تصريحات نتنياهو تأثيرها عليهم ما هو تأثير عالي هذا واحد اثنين إحنا لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه اليوم لحديث هذا اليوم المينستريم في إسرائيل هو اليمين لذلك اليمين المتطرف هو عمليا يمين اليمين ومصطلحات متطرف في المجتمع الإسرائيلي اتغيرت صار في إلها معنى آخر يعني لمن إحنا قبل عشر سنين كنا نحكي عن لبرمن على أنه الشخصية المتطرف الأساسية في المجتمع الإسرائيلي هو صار جزء من المينستريم أيالة شاكيد كان في عندها تصريح أخطر حتى من ضم منطقة سي اللي هي تشجيع سكان غزة على صحيح صحيح وهذا الوضوع الحارق حاليا في أليم وإسرائيل مستعدة أن تمول هذا الترحيل وأن يخرجوا عبر مطار اللد نعم ويعني كما هي بتقول أنه هذا موضوع اللي ترحته في جلسة الحكومة يعني حكومة تتغنى في الديمقراطية بتقول موضوع ترانسفير هو عمليا غير مستبعد غير مستعجن عن فكرنا اليمين واليمين الإسرائيلي تغلغة بشكل قوي جدا داخل المجتمع الإسرائيلي في إلنا دور في لجم هذا اليمين ولكن حذاري حذاري من اتهامنا في عدم نجاح المركز واليسار في إسرائيل إحنا إلنا دور ولكن مش الدور الأساسي تغيير نظام الحكم في إسرائيل تغيير الحزب الحاكم في إسرائيل هو في الأساس مسؤولية اليهود في إسرائيل أكثر منها مسؤولية العرب داخل إسرائيل ولحديت اليوم المركز واليسار في إسرائيل ما غدروا يلاقوا لغة مشتركة للتخاطب مع المجتمع العربي وخاصة أنه وزراء من اليمين كيف ذكرت في السابق يقابلوا في الترحاب في قرآن العربية في مدن العربية رؤساء سلطات محلية بيستقبلوهن بشكل عادي وباستعمال التبرير أنه هذا الوزير هذا المسؤول عن الميزانيات لذلك عمليا أنا بدي أستقبلو عندي من شان أحسن من احتمال رفع الميزانيات أو الكفاءات اللي موجودة عندي في السلطة المحلية إذن أنا من الطبيعي أنه أستقبلوه أشخاص اللي بينادو في ترحيل العرب أشخاص اللي بينادو في ضم منطقة سي أشخاص اللي بتطلعوا عليك مواطن منقوس داخل المجتمع الإسرائيلي عمليا هدولا أشخاص اللي عيب يتم استقبالهن داخل المجتمع العربي عيب أنه نعملهم الولائم داخل المجتمع العربي يعني في طريقة أو في أخرى وعيب يدخلوا لبلدات اللي صار فيها مجازر في المجتمع العربي وحتى ما بيعترفوا أنه الشخص اللي قام بهذه المجزرة هو إرهابي بل هو يمكن مناضل من وجهة نظرهم بدون أدنى شك ومع الأسف وجدا بركز قضية مع الأسف هذه النظرات هذا طبيعي بيدل على عيب في الوعي القومي في وعي الهوية اللي موجود عندنا هذا بدون أدنى شك عيب ولكن حذاري من أنه ندخل مرحلة اليأس في عينا نشتغل في عينا كثير أنه نشتغل بعض القوائم العربية إذا رايحة تبدأ في خطوة جديدة اللي هي تقعد مع مهنيين تقعد مع أكاديميين من أجل قراءة غير أو قراءة سياسية مختلفة عن قراءة الأحزاب عن قراءة الشخصيات السياسية القيادات السياسية اللي ممكن أنه تغير مهم جدا أنه في المرحلة الانتخابية هويتنا تكون واضحة جدا ونجيد لعبة السياسة الموجودة داخل البرلمان الإسرائيلي لحد ديتي اليوم إحنا في عنا فشل كبير في قراءة الساحة السياسية الإسرائيلية في قراءة الأطراف اللي بتلعب في المجتمع الإسرائيلي أنا بفكر أنه لازم يكون في عنا هدف بناء لوبي بناء لوبي عربي يهودي اللي يهتم في قضية المواطني يهتم في قضية المساواة يهتم في القضايا اللي هي قد تكون مشتركة يعني لازم نركز على القضايا المشتركة بيننا وما بين الآخرين في قضايا المواطني بدون أن نتنازل قيد أنملة عن هويتنا عن مبادئنا عن طريقنا الأساسية وعلى أمل أن يحدث ذلك على أرض الواقع وإحنا رح نتابع كل هذه الأمور عن قرب ألف شكر لحضورك معنا في هذا اليوم دكتور نوهاد علي شكرا لحضرتك ولنا لقاء آخر بطبيعة الحال